في ذيافتنا أحمد زيتون المدير الفني العرض للقبة مرحبا أهلا وسهلا بيك ونوارتنا نحكيه على هذا العرض اللي نفتتح به الاسنة دورة 49 لمهرجين المنسير الدولي نوارتنا مرحبا أحمد هايشك مرحبا بيك وكل مستمعين إذاعة المنسير أهلا وسهلا انت في دارك عدا اليوم برجة من الجمهور يستنوا في العرض اللي مجيتهم بيك ربما الفرصة بيشافوا العرض هذية في متحف سوسا خليني نقول أنه العرض هذية هو نتاج بحث امتد السنوات على مستوى الموروث الصوفي التونسي وحتى الجزيري أحمد وأيضا على مستوى انتاج خاص في جزء كبير زادة من العرض اللي تقدموا أخرا ضمن عرض خاص بالصحفيين في متحف سوسا والقائس تحسين العديد وذي نقولوها بكل صراحة من البداية نرجع شوية لعرض متحف سوسا كنت راضي رضاء الجمهور الحاضر والصحفيين والإعلميين حسب ما شفنا وتابعنا وإذا كنتك فرحان أكيد الفرحة تحملك مسؤولية أحمد صحيح الرضاء التام بيانسور لي دي ما دي ما نجموش شي مفروغ منه حاجة أساسية معناها ما نجمش ما نجمش لنكون راضي لكن فرحانوي لأن العرض قبل الأول في متحف سوسا بنسبة لي هو تتويج التعب متع سنين الحقيقة تتويج الإيمان بحلمة اللي هي كانت شخصية وبعدها ولت حلمة متع جروب اللي أمنت بالمشروع متاعي وما بعد جيت ناس أمنوا بالحلمة متع الناس ووفروا لهم كل الظروف بيش يخليوا المشروع هذا يتقدم في أحسن الظروف في أحسن حلة دونك الفرحة كانت أنه لحقيقة لقيت شكون يشاركك الحلمة فعليا موش بالكليم فم برشة نستحكي معناها وذي شفته في حياتي وقبلته جيت برشة اقتراحات قبل كلام دونك هذي شفته قدامي شفت حاجات اللي أنا بيدي معناها ما في معناها ما نعرف هاش بما أنه عندي الكاسكيت أوكي متاع الإدارة الفنية وقيادة العرض لكن عندي زادة الكاسكيت ثانية متاع الانتاج لكن هكاكا وفم برشة خدمة صارت البره من العرض البره من الحاجات اللي تحيت بالعرض هما اللي خلاوني في جزء كبير من الفرحة هذي فم حاجة خاصة برشة كنشوف فم ناس منبهرة حتى خاطي الموزيك منبهرة حتى بالتنظيم منبهرة بال بالاهتمام بأدق التفاصيل بالضبط اللي تحيت اللي تحيت بالموزيكا بالعرض خطر الانتاج وفر كل شي في التحذيرات موش بش يوفر لك النهارة النهارة العرض لو جوغ جي حاجات داخل الموزيكا هو يوفر لك شتي كان من الظروف الكل بش تخليك مرتاح بش تخرج الكرياسيوم بتاعك بش تكون كرياتيف أكثر لكن نهارتها كان لحقيقة تتويج من نواحي الكل اللي يخليني نكون فرحان برشة بأنه الحلمة هذي تحطت في البلاصة هيكي بالصورة هيكي بالنظام هيكي اللي لحقيقة حتى معناها أعضاء من مهجين المستير اللي كانوا حاضرين معناها تفاجئوا حتى بالتنظيم واخذوا بعض الأفكار اللي بش تكون إن شاء الله موجودة غدو إن شاء الله أنت قلت تتوش في متحف سوسة أحمد يظهر لي هل العرض هذية ماشي في ثنيت أنه يلزموا يتتوش في كل عرض وحده علش خاطر ما تماش جوبة برك ثم تصورات تنجم تختلف من عرض الآخر وبالتالي كل عرض عنده الخصوصية متاع وعنده التعب متاع وكي إنه كل مرة في جزء ثم تحذير ملوله جديد نسبية ما نقولوش 100% لكن ثم تجديد كل مرة نفسلك أكثر نقطة هذه المحتوي هو نفسه أيها نحكيه على نفس الريبرتوار نحكيه على نفس الكنتوني في الموزيك وفي الغناء وفي ترتيب الأغاني هو بيتو إذا كان نحكيه على فرسيون نحكيه على حاجة من الحاجات المكونة للعرض تنجم تكون اليوم موجودة في الفيرسيون هذه غدوة لكن مثلاً كوريغرافي إحنا عنا اتصالات مع ناس مش نخدموا القبة في بلاسة مثلاً في تونس في سبتمبر ما نجمش نقول من تووين اللي ما تتحملش كوريغرافي والسينوغرافي متاع الليومياخ حاشتهم بالموزيك وبالغناء وبالكلام اللي موجود في القب دونك هذيك الأساس هذيك الأساس اللي هي الجوبة ستوديو دونك اللي فيها الغناء وفيها الموزيكا والإنشاد دونك كنمشيوا من بعد الجوبة فريمت بش نزيدوها السينوغرافي اللي هي اللومياخ اللي هو يكون كومباتيبل على الميزين وكومباتيبل على الموزيكا فمبرش خدمة على هذي وبعد نخلطوا تتزادلهم الكوريغرافي نخلطوا على الجوبة اللي هي فيها الموزيكا فيها السينوغرافي متاع اللومياخ وفيها الكوريغرافي دونك الأساس اللي هو موزيكا ما يتبدلش المحيط بالموزيكا هو اللي يتبدل لكل مقام المقاله والجوبة متاعه فم بلايس مختصة برشا في الموزيكا دونك ما تتحملش أكثر شارج على الموزيكا وعلى الكلام يعني حتى الناس حتى النوعية المستمعين والناس اللي تدخل للبلاصة هيكي متاع انو بشي جي يركز بارشا على الموزيكا بشي ركز بارشا على الكلام ما يخليش سينوغرافي تضيعوا على المضمونة ذيكا ولا كوريغرافي تضيعوا دونك هيك علش عمانة تخوى بشيكونو اي إطار يتحمل البرسيون اللولة والثانية والثالثة لأنو رغم انو هذا مفهمش بارشا في تونس لكن احنا الانتاج كيتخل والخلين ان شاء الله ما نكونش حاجة مشبهن نفكر انو هي شاركة مازار بروديكسيون اللي الوبجكتيف الكبير انو الحقيقة موش تونس دونك كي سر كي سرت الخدمة الكبيرة هذي عارفوا اللي فمه بارشا وطرم تعمها جانية دولية في الموسيقى السوفية فمه عروض زيدا ان شاء الله ان شاء الله اني الانهني بش بش هسل كنا تتم النقطة هذية ونرجعو بش نحكيو على شوية تفاصيل العرض نحكيوش على كل شي بش نعطيو الفرصة للمتفرج بش يحضر غدوة ان شاء الله في ريبات المونستير غدوة الافتتاح نهار 26 في مهرجين نيبل دولي هذا اوفيسيالما فم ممكن التعديل في اليوم متاع البرمجة تزامنا مع الاستفتاح ممكن حسب يعني الأغلب حسب ما ما صار حتى في عدة مهرجين وعروض في الخارج موجودين العروض زيدا ودي حاجة تفرحنا موجودين لقيق أحمد برجة عروض صوفية اليوم نشوفوها وحتى في إطار مهرجين المونستير الدولي تم برمجة أكثر من عرض صوفي خلينا سالك شنو اللي يصنع الفرق في اعتقادك بين كل هذه العروض وخاصة وليش يسمى هكا نوعا ميم الخوف من الوقوع في التكرار على مستوى التصورات وأيضا الشكل والمضمون الخوف من الوقوع لا لأنه هذه النقطة اللي بديت بها أني ما نعملش حاجة تشابه الناس رغم أنه نحن في نفس الجنغ هذا هو لكن أوكي فما تواصل للتجارب القديمة منجموش نقولوا إحنا ما نحنش تواصل للمشاريع الكبيرة اللي صارت في الجوار منجموش نكونوا وحدنا أيوه أكيد فما انسپيراسيون أكيد فما تواصل أكيد فما ريحة أكيد فما روح لبسة لكن لبسة مثلا لا خطر لأنه مثلا في الكوستوم صار برشا ريشارش ونحي سوفي وجوهر الفريقي اللي خدموا على التوني ما الحقيقة قدم الإنسان معناها ياسر نشارش وياسر نفثبت ما شفتش حاجة في النوع اللي خادمينه في التوني موجودة في عروس صوفية تونسية مثلا خطر نخنو برشا على المينيماليزم نخنو برشا على البساطة حتى كنشوف على المسرح ما فماش ما فماش ديز اكسيسوار فما كان ميتاليك اللي هو تشوفها من بعيد كان ضوء اللي هي تمثل الجوبة والأقويس متاع الجوبة فقط معنا حتى اكسيسوار معناش مبخرة العقيقة ومعناش نوار معناش حاجة النوع ذاك لأنه فما فما فلسفة كاملة تخلينا فلسفة صوفية هكا تعزوي ومختلفين حتى في برشا تفاصيل أخرى حتى الليبوف مثلا نيني من قبل الليبوف ذوما من 2017 عندي في مخي موديل معين نحب نخدمه في الليبوف اللي هو فما نقيشه باللازغ وكل شي وفرتهم لشركة الانتاج وكانوا موجودين على المسرح دونك الاختلاف ما نجمش ما نجمش نوصل بعد خمسة سنين ونجي نقول فما فما تشاب وما فما اختلاف لحقيقة لأنه كنجي نخدم اغنية خاصة ولي هو فما تقريبا افناش اغنية خاصة في العرض نجمش نكون شاب فما انتاج خاص بالجوبة مش فقط استلهيم من الموروث الصوفي متاعنا ولا حكيت السياح حتى على الموروث الجزائري فما المشترك بيني لأنه انتلاق البحث كان من طريقة جزائرية بحت اللي هي طريقة الكرزيزي ايوه انطلقت مغادي لأنه النوايوم متاع البحث هذا كان هو بحث صغير في طريقة صوفية جزائرية من بعد ديما في الكندوكتور بين المخصول كل يكون مربوط بالغنية النوايوم هذيك اللي هي صليوا على البشير اللي هي الكلمت يرجع للطريقة الكرزيزية لكن الاقاع والالحان وكل شي هو لأحمد زيتون دونك هكا فما الجزائر فما في أول العرض أغنية مغربية اللي هي رجعت ببرشة في سوسة رجعت ببرشة ناس من الجنراتيون متاع الخمسينات متاع الستينات رجعت بهم ببرشة التالي اللي هي لأحقي أغنية مش صوفية لكن اخذيت الروح اللي فيها والكلم الصوفي اللي فيها واخدمناها بطريقة اللي هي إن شاء الله غضوة اكتشف مش نشوقوكم أكثر بخلف معناها المضمون هذية من جانب الشكل شنو اللي بشتهدي المهرجين المونستير غضوة خاص بالمهرجين متعديش ربما في عرض سوسة شنو الإضافات غضوة بدايت 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 معناها إدخال الكوريغرافي اللي هو عنصر زيدة كيف كيف احنا ماذا بينا إنه يكون خاص ماهوش يشبه حتى حد معناش سناجق لحقيقة معناش بخور سوركسين معناش تحكيلي بالطريقة هذية قلقت أنت كفنين أنك تشوف مش قلقت لكن نشاهد هذية والتكرار هاونا ساعة نحكي على التكرار مش قلقت لكن صحي التكرار ولا يقلق ولا يقلق رغم إنه ما انطلقتش بش إني نعمل حاجة قلقت ما نعملهيش ليه هو الكل كمباتيبل على الموزيكا هو الكل كمباتيبل على التام توجه متاعنا اللي ماشيين بي دنك احنا توجههم متاعنا والهدف بتاعنا انه انقربوا الموزيكا هذي لشباب بالسونوريتي جديدة نجامش 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 نطفيهم الشباب هذي نقول علش يسمع في الموزيكا جديدة لأنه موزيكا جديدة فما سونوريتي جديدة اوكي هي مربوطة بنوع معين لكن مثالش خلناخو الحاجات هذوكم ونحطهم في الموزيكا هذي دنك الوبجيكتيف انتعنا هو تقريب الشباب من الموزيكا هذي ما نجامش نقرب الشباب اليوم ألفا للموزيكا هذي فقط بنادر وانشات بجاسة لك سؤال انك خدمتك تجربة كبيرة عرض صوفي كما الجوبة أحمد نوعا ما ضمين غتتعرف انه هاللون هذا ماشي وهالمشاريع هذية تمشي وعليها اقبال عشباب اللي انت كنت تحكي عليهم لعبت شوية في يكون كما قلت اذا كان اني بعيد على الجو مني تولد نلقى روحي في وسط معناها نلقى عمي شيخة عسلامية نلقى جدي امام خمس ومقرأ معروف في مستير من الجمش ونلقى بابا مطرب فريق شباب من عام 90 من الجمش نكون متطفل على الجو مثال شانت ما قلتش لكن ما قلتش لا مش مش قصدي هذي ما لقيتش حاجة وكان عيني بشقول هراني يقول تارا اما حاجة مريحة وانك تعرف انه مش تخدم في اتار مشروحك مطلوب معناها الناس تحب تسمع الفن اللقص وفي تعمل جو عليه كنت النجم نعم الموزيكا اللي طالبها الناس في الجو هذا وانأكد لك النجم ناخو 50 عرض في الصيف بالنسبة حاجة اسهل مساهلة اسهل مساهلة النجم ناخو الاغاني المشهورة والمعروف والضربة عند الناس في الجو هذا المعروف ونخدمها على المسرح في عرض لمهم الأغاني لكل المعروف ونخدمهم بيان جوي بيان غانجي برشة تناسق ونجيب الحاجات الكوريغرافية اللي قلنا عليها والسناج والدنيا ناخو نسبة كبيرة من العروف لكن إذا كان إني اخترت الثنية السعيبة في الجو هذا منجموش نقوله مشيت للزون دو كونفاخ واضح يا أحمد واضح عرض دعمته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير هاي هو هو الحقيقة العرض خذته هيئة مهرجين المونستير لكن بعد قالونا إنه في إطار شراكة تمت بين المهرجين والمندوبية المندوبية خذت على عاتقها الافتتاح وبعض تقريب بحس ما سمعت بعض معناها مساهمة في الاختتاح مش على خاطر مش على خاطر العرض متاعي هو ذاك التواجه إنه كان في الافتتاح ولحقيقة زادة المندوبية والجهة متاع المندوبية معناها حبت حبت الفكرة هذه لأنه لحقيقة احنا روشتها كامل مبرفوا في المراكبة الثقافي لو بجنب المندوبية معناها حتى المندوبية على رأس سيد المندوب بسي شكري ونجال وتحية يجي ساعات يحضر يشوف الناس قاعدة تخدم من ديسمبر تحضر معناها ما جيتش اليوم حبت تعمل عرض ولا جيت مبارح تعمل عرض تشوف في ناس قاعدة تخدم قاعدة تحضر في بلاسة مراكبة الثقافية ونوجه بالمناسبة بربي تحية لكل العاملين في المراكبة ذاك وعلى رأسهم سيد فاتح حمودة اللي هو معناها صديق ونس معناها محليهم على الأخر تحملونا برشة ووفرونا كل الظروف ونعتبرهم شركاء في المشروع هذا الحقيقة دونك المندوبية خذت على عاتقها الناحية المادية متاع متاع خلاص عرض القبة اللي هو يتلف راه يتلف اللي هو بالمناسبة معناها كدول للمستير لأنه شركة الانتاج على خطر أحمد ينتمي لمدينة المنستير وبما أنه المهرجين ذا يعني لي برشة يعني شنو يعني لك شنو يعني لك سنوات وانتي تستنى فالفرصة هذية شبيك قصية تعالية حليني نكمل الفكرة عملي جايزة كبيرة انه كان المعناها السوم معناها مش هذيك أيبا معناها عمد لي هكا هكا مورا وغزعم مش مقولش لي أحمد زيتون لسنوات كن يستنى فالفرصة هذية وجيت هالفرصة هذية وبالحق راهو ميش مزية خطر هذة اجتهاد لحقيقة فيه برشة فرجة وفي احترام للذوق للعام وان شاء الله تكونوا حاضرين غدوة في افتتاح مهرجين المونستير في ريبات المونستير سعر الدخول قديش سعر لتذكر أحمد سبعة دينارات بالله امشي وتفرجوا وشجعوا الناس كما هو يحكي سعر بالفعل ما فيها باسرة ومش كل شي نستنعو دعوة هكا فمشي حويجة لا الحقيقة الحقيقة السعر معناها في المتنعو ولمهرجين لحفت انه سنة بما انه مفمش كل معناها الدورة كلي برشة متميزة دونك كانوا الاسعار كومباتيبل على البرمجة وعلى التواجن اللي اخذوه والله انا كنت بش نسألك الحقيقة على ما حبيتش نسأل اما في العادة معناها تعودنا من احمد زيتون تبارك الله عليه يدلي بيدلوهي على برمجة مهرجين المنستير وحتى مهرجانات اخرى قلتنا بش نوع فيك راهو على مسؤال رايك في برمجة مهرجانات السنة برا مش مهرجان المنستير يعني تشبت على الازمة المالية والظرف العام كان بيودنا لحقيقة شماعة الفلوس وهالظرف الصحي ما تكونش حاضرة ويغلب بالحد الأدنى بتاع المستوي نعرف المال لحقيقة قوة من الأعمال أما ثم حد أدنى من احترام الذائقة العامة ونحكي عن نقطة هذه إن شاء الله بعد شوية ونكتفي بهذه الابتسامة منك ليه ما يقلقني شانت تعرفني مش اليوم خليك مركز في العرض متى هدوة إن شاء الله مركز لكن عندي ديما الحرية التامة إن عبر على رأي في أي ظرف في أي وضعية نتحط فيها مش خطر إنه في إفتاح مهرجان المنسير منعطيش بالطبيع بالطبيع ما هوش معناها أغذر لي التغيير التغيير ما ينجمش يكون في نهار ولي كي ما قلت أنت دونك مثالش كيرا حتى فما بوادر خير ملا خير ملا ما مراش جمل فهمت أنا قاعد نشوف الحقيقة وش قل لكم ولا يحظة فما مهيئة مهرجان أكبر في العمر من مهرجان المنسير تقريب عشر سنوات لليوم ما عندهش سبونسير ولليوم ما عندهش برمجة وماشيين في مهرجان عمره أكثر من خمسين عام بالنسبة لي إذا كانت خيرني بين إنه مهرجان يلغى في منطقة منطقة مهمة برشا في تونس سياحيا وإلى غير ذلك واقتصاديا وإنه نعملوا دورة باللي موجود نقول لك نعملوا دورة باللي موجود هذا رأيك على كل إحنا بش نرجعو التفاصيل اللي ندول الصحفية وما قيل فيها مع يفت بن حميدة و معز عبيس أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية بش نخليلك كلمة الختام أحمد خموه هكذا العرض بش نحن بش عائل بش تجربة اه موسيقية صفية روحانية خاصة جدا من لحظة اللي يدخلوا فيها من الباب للقبة لين يخرجوا بش نمشيوا بيهم البرشا عوالم بش نمشيوا بيهم البرشا بلايس بش نحوصوا بيهم في تونس بش نحوصوا بيهم في الجزائر بش نحوصوا بيهم في المغرب بش حاسوا روية عم ساعات فى تركيا. فى جو. خاص جدا. بش يشوفوا تصويرا مزينا برشاة بشيشوفوا برشا شباب ع المسرح بشوفوا برشا نقية ع المسرح. بش يسمعوا سونوريتية جديدة اول مرة تضحط مع جو الصوفي بشوفوا كلطرق الانشاد الصوفي بالموزيكا ومن غير موزيكا. بش يشوفوا موازين اول مرة تضحط في موازين جديدة مركبة بش يشوفوا صورة نجمو نسوقو بيها الموسيقى الصوفية هذي خرج البلاد نقول الناس مرحبا بكم اشتعيشوا حاجة خاصة جدا سعر في المتناول اذا اختيار مهرجين واني فرحان بيه بانو نخلي ماذا بيه اكثر ناس جي تعيش تجربة متاع القبة نواجهة تحيل كل العناصر الموجودين في القبة ومازار بروديكسون على الخدمة الكل مغير ذكر اسمائي الموجودين لكل العاصفين لكل ضابطي الايقاع نواجهة تحية للناس اللي خدمتنا برشا على الكوستوم جوهر الفريقي رئيس احمد سلامة على البنادر خطر برشا تفاصيل الحقيقة موجودة في العرض لكن مخدومة بالاسم مخدومة كعبة كعبة ولو ندعي الناس بش يجيوا يكتشفوا العرض هذا بش يكون بش نهار اخر يقولوا عام 2022 تفرجنا في عرض القبة اللي بش يكون موجود في برش حاجات اكبر ان شاء الله ان شاء الله وهذا ما نرجو تستحق كل خير لسن اليوم منك البرشا احمد زيتون غدوة القبة في افتتاح الدورة 49 لمهرجين المونستير الدولي كونوا في الموعد نشكرك برشا ان شاء الله في القائد قادمة مع مشاريع وافكار واحلام جديدة ان شاء الله ان شاء الله مخصي بكو وانتي من الناس اللي دعمت القبة من قبل ما يكون اسمها قبة حاصيلوا انتو ما طبعوا يدعت المونستير غدوة ان شاء الله مش نكونوا اكيد في متابعة الافتتاح وعرض القبة نشكرك برشا احمد بالعروض للصوفية ايضا المبرمجة في اتار مهرجين المونستير للدولي نلقا عرض التخمير المراد بيشا نهار اثنين اوت عرض بحور مع الفنين حاتم الفرشيشي بعدك نهار تليثة نهار 19 جوليا سعر الدخور زدى 7 دينارات ومدام العرض قريبا متاع حاتم الفرشيشي خلينا نجعوا شوية للندول الصحفية وناخذوا فكرة على العرض معاه من خلال مدخلته يوم امس اداعة المنسير